الفوز الحقيقي الفوز بالكاس او الدوري او كاس العالم او ان هو يفوز مثلا بصفقة تجارية يجري من وراها المال الكثير او ان هو يفوز بتأشير الاحدى الدول الاوروبية والحقيقة ان ده ان كان يسمى في الحياة بانه فوز الا ان الفوز الحقيقي العظيم هو ان يرحمك الله عز وجل في الدنيا فيقيمك في طاعته وان يرحمك في الاخرة فيدقلك الجنة سبحانه وتعالى اسمع لقول الله عز وجل بعد ما تصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما الله اكبر الفاء تفيد السرعة وقد تفيد التحقيق يعني قد تحقق فوزك سريعا في اسرع لحظة ان كنت على طاعة لله وطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال جل وعلا ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم الله اكبر وذلك ايه الفوز العظيم وان انت تعيش من الصادقين ومع الصادقين في الدنيا بفضل الله تجني اعظم ثمرة في الدنيا وفي الاخرة قال جل وعلا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ايه الجزاء لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم كل ذا يخليك في رحمة الله سبحانه وتعالى ولذا قال جل وعلا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته الله اكبر ذلك هو الفوز المبين وقال جل وعلا لا يستوي محال ان يستوي هذا وذاك لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة اصحاب الجنة هم الفائزون هم مبعنهم اهل الفوز يا سلام ولذا اختصر كل ذلك بقوله جل وعلا فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور ربنا اجعلني واياكم ممن يفوزون في الدنيا والاخرة برحمة الله ورضواني ومحبته والنظر الى وجه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وصلى الله عن نبينا محمد وعلى اره وصحابه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة